برنامج يحكى أنا يقدمه لكم إلياس شويخي مع حكاية جديدة وحبرة جديدة بإذن الله أهلا بكم يحكى أن ملكا كان نادرا ما يخرج من قصره بحكم شغاله بقضايا البلدة وشؤونها وفي أحد الليالي الباردة خرج متفقدا أحوال القصر فرأى حارسا واقفا بملابس رقيقة فقال له أيها الحارس ألا تشعر بالبرد؟ فرد الحارس نعم أشعر بالبرد ولكني لا أمتلك لباسا دافئا فلا مناص لي من التحمل ومن الصبر لا تكترث يا سيدي فقد اعتدت على هذا فقال له الملك سأدخل القصر الآن وأطلب من أحد خدمي أن يأتيك بلباس دافئ فرح الحارس بوعد الملك فرحا شديدا ولكن ما إن دخل الملك قصره إن شغل بأموره ونسي وعده مرت الليلة كالليالي التي سبقتها وفي الصباح تجمر سكان البلدة حول مدخل القصر ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ الحارس المسكين فارق الحياة فارق الحياة وإلى جانبه ورقة كتب عليها بخط مرتجف أيها الملك كنت أتحمل البرد كل ليلة صامدة ولكن وعدك لي بالملابس الدافئة سلب مني قوتي فقتلني وعودك للآخرين قد تعني لهم أكثر مما تتصور فلا تخلف وعدا فإنك لا تدري ما الذي ستهدمه بذلك في أمان الله اشتركوا في القناة